وعملين ايه يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام احنا النهاردة في قلب الشتاء يعني احنا النهاردة بنتكلم تقريبا في شهر اتنين خلاص هنبدأ شهر اتنين احنا في اخر واحد فاحنا بنتكلم عن قلب الشتاء قلب الشتاء ده يعني ايه يعني لو هتخرج بالليل لازم يبقى عندك كده في خروجاتك المسائية كده والاماكن اللي انت هتروحها لازم برفناتك تبقى برفنات يعني ايه من النوع المحبب للانوف وتبقى برفنات فعلا لها تأثير وتبقى برفنات حلوة ومن ثم انا هنا بتكلم عن خمس عطور دول هرشحهم لي العطور المسائية خمس عطور دول مناوعين جدا بمعنى انه يعني لو انت بتلبس كلاسيك بتلبس كاجول بتلبس فورمل سيمي فورمل ايا كان يعني نوع اللبس اللي انت بتلبسه هتجد ضلطك جدا في العطور دي اول عطر النهاردة عشان ما اطولش عليكو هيتكلم عنه هو عطر ارماني كود برفومو من شركة جورج ارماني هوات لو هو واضح ارماني كود برفومو ده عطر يعني يعني مش عارف اقولك ايه بس ده عطر حدوتة يعني من البرفنات اللي مشهورة جدا في مجموعة ارماني الاخيرة وكلهم هتلاقيهم على فكرة بالمناسبة نفس الشكل ده يعني في منه حاجة اسمها ارماني كود ابسيليو في حاجة اسمها ارماني كود جولد ابسيليو تقريبا حاجة يعني في كده إنما دوت أرماني كود أول كان إصدار أرماني كود بيرفومو ده من البرفوم الجميلة جدا للرجال وبالمناسبة ده من البرفوم أو المجموعة اللي أنا هتكلم عنها هي من البرفنات اللي أنا لما استخدمتها عجبت الجنس الآخر جدا جاء لي إطراءات عليها قوي عجبت الجنس الآخر طبعا لأنه هي عطور يعني زي ما تقول كده ما يختلفش عليها اتنين في حلوتها يعني عطور حلوة مش زي عطور النيش اللي ممكن تنقسم عليها بشكل أو بآخر لا هنا العطور عطور حلوة ومقبولة لأغلب الأنوف الجميل بتاعنا ده النهاردة بيبتدي معانا بحاجة اسمها الكاردمام اللي هو نوتة الهيل أو الحبهان اللي مدية يعني للبرفين دوت لزعين كده في بدايته وبعدين يقلب معاك يعني وسريعا جدا يقلب معاك على طبعا هتشم برضو في الافتتاحية التفاح الأخضر ممزوك هنا بطريقة يعني بصراحة احترافية جدا وهو نفس النوتة دي موجودة برضو في أرماني كود أبسيليو أرماني كود برفوم دوت برفان هايل يعني انت بتتكلم عن زي ما قلتلك بداية حلوة المذاق مخلوطة بالفانيليا مخلوطة بالحبهان مع نوتة التفاح الأخضر وبعد كده ينتقل إلى قلب العطر وعندك في قلب العطر جسط طيب ودي اللي بتدي نوع من أنواع الحرارة شوية للعطر بتخلي يعني عطر سبايس أكتر وبعدين بتشم حاجة اسمها التونكابين اللي هي برضو زي الفانيليا كده بس بتدي ريحة حلوة عميقة شوية مش ريحة مسكرة كده لأ ريحة حلوة عميقة يعني وبعدين بيطلع بقى إيه الجلود البرفان هنا حالة يعني إيه حالة يعني سبايس دافئ في نوتة جلود مخليه مسكلون كده شوية ومخليه كده ينفع يعني تحسك كده أن أنت رجل مهندم يعني زي ما بيقوله أنا لو رايح صهرة بالليل الصهرة دي ممكن تكون مثلا فيه مكان عام مكان مفتوح مكان مقفول أكيد أنا مش هتردد في أني أخد معي أرماني كود برفومو أرماني كود برفومو ده يعني من الحاجات اللي الريت عليها عالي ومبيعاتها كويسة جدا جدا فأنا أنصحك أنك أنت تجرب البرفان دوت وطبعا أنا بنصح أنك تجرب أي برفان قبل ما تشتريه إذا كان فيه فعلا يعني فرصة للتجربة إنما دوت أنا بعتبره أنه هو يصلح للشراء الأعمى الأمن يعني هو آمن جدا جدا وبالمناسبة أنا جاب منه المتين ميلي فرصة يعني أنا جاب منه المتين ميلي الناس اللي ممكن تبعيزك جرب قبل ما تشتري على فكرة يعني مثلا برفانزا ده أنا بوفر منه سيمبل بتبقى سعة العشرة أميلي بحيث أن انت تجرب قبل الشراء بس توصل معايا من خلال الجروب هتلاقيه في الديسكريبشن تحت جروب اسمه أحمد سمير فلسفة عاتره فده كان بالنسبة لأرماني كود برفومو أرماني كود برفومو ده برفان يقعد معاك البرفورمانس بتاعه كويس قوي يعني بنتكلم عن أداء حلو هتلاقي هنا السبات أقوى من الفواحان الفواحان هنا مش أحسن حاجة في الدنيا بس في البرد اللي احنا فيه ريحته بتبقى خورفية بتفضل معاك تقريبا لو انت في الارتداء الكامل تقعد معاك ساعتين بالنسبة للسبات حدس ولا حرج ممكن طول اليوم يفضل سابت عليك ولو انت لابس ملابس صوف أو معاطف أو حاجات من اللي هي الخامات التقيلة ممكن يفضل معاك كذا يوم برفان هايل جدا ومن الحاجات اللي أنا بحبها بحبها قوي 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 يعني يعني بصراحة برفان حلو جدا ده كان اول برفان معنا في مجموعتنا الخامسة يعني الخمسة المجموعة طبعا الترتيب هنا مالوش علاقة يعني انا مش مرتب افضل فالافضل انا هنا بتكلم بشكل يعني راندم يعني البرفان التاني وهو من باكورابان وهو برفان بور اكس اس نايت ده كان في منه حاجة اسماها ال eh sais اس زمان قوي وبعد كده الشكل الجديد ده النزل منه حاجة اسماها الедьس اس وبعد كده نزل بور اكس اس نايت كويس البرفان دوت زي ما انت شاهد كده بور اكس اس نايت يعني للمساقة البرفان ده جميل جدا برضو بالعكس يعني أنا بشوفه طبعا البرفانات اللي بنتكلم عنها يعني مثلا الحاجات دي تصلح للشباب جدا يعني من بعد من عشرين سنة وانت طالع فينفع حتى لو اقل من لو انت 18 سنة ممكن برضو بس يعني هو ايه بينفع من العشريات التلاتينات الاربعينات تمشي جدا في الاجواء دي جدا يعني البرفان التاني وده برفان انا كان بالنسبة لي مدهش جدا ليه لاني انا مكنتش بصراحة بحب مجموعة بيور اكس اس دي بس ايه لما جربته اكتر من مرة ده خصوصا نايت ده لما جربته من اول مرة حبيته البرفان دوت بيبتدي معاك بالزنجبيل وبعدين بيخش معاك بقى على مجموعة النوتات كده يعني ايه شهوانية يعني يعني بنتكلم مثلا على الكراميل بنتكلم على الكاكاو بنتكلم على الفانيليا هنا برفان بصراحة جميل جدا في بداية البرفان دوت في حاجة اسمها النوت اسمها جيتسينغ حاجة كده الجيتسينغ ده يعني نوع من النوع الاخشاب بس هو بيدي ريحة بيدي افكت كده اخضر يعني تحس كده ان انت شامل ريحة خضار فالبداية هنا بداية تحس ان هي زنجبيل مع ريحة خضراء الريحة الخضراء دي تديك طابع اروماتيك كده في البداية لكنها ما تلبس الا وتتحول الى طابع حلو يطلع فيه الكراميل يطلع فيه الكاكاو هنا الكاكاو مدهش الحقيقة من البرفانات الحلوة جدا جدا واللي اداءها اداء محترم جيد جدا ويعني انا بصراحة من الحاجات المفضلة الى دي يعني انا لما قف احطار كده قدام المكتبة العطرية لا يعني الحاجات دي بتحليلي مشكلتي ليه لان انا لابس لبس كاجول جاكت لابس تي شيرت بكم مثلا يعني لابس لبس وجينز وكده ممكن لابس ده لو انت راجل لابس لبس جينز وشوز وفوق مثلا اميس كاجول او جاكت كاجول فممكن تعمل ده جدا وترتديه هيبقى حلو جدا معاك وبالمناسبة من العطور اللي بيفضلها برضو النساء البرفان دوت هاي الهاي الهاي الحقيقة البرفاني التاني معانا من دار الدار دي بالمناسبة دار يعني تقريبا من 2016 وهي دار محترمة جدا دار مصرية كانت تعارف انت الدور اللي بتعمل في صمت يعني هي ايه حاجة في السكة دي يعني بتعمل في صمت وهي واضح ان هي مكتهدة جدا عندهم انا يعني زهلت لما عرفت الرقم عندهم حوالي 30 اصدار مثلا وهي دار اسمها برينس وار او امير الحرب الدار دي دار ديزاينر الجميل فيها ايه الدار دي الجميل فيها ان هي بتقدملك بريزنتيشن كويس جدا والروايح بتاعتها حلوة جدا واسعارها مناسبة للغاية كمان هنا في نقطة مهمة انه انا اكتشفت انه دار دي بتعلن عن ان هي هتعمل ازياء يعني زي امصان رجالية فيها اماكن كده مخصصة لاستخدام العطور يعني اميس جميس عادي كده انت لابسه بس مصمم انه العطر لو تحط عليها يدوم فترة اطول لو تحط هنا يدوم فترة اطول وهكذا يعني عاملين شغل حلو جدا جدا فهما كانوا هما اسعارهم يعني هي مش قليلة ومش غالية برضو بس عاملين هما ديسكاوند او اوفر على عطرهم حلو قوي اليومين اللي فاتوا دول كانوا عاملين عليه فاشتريت منهم كزا حاجة وجربتهم لقيتهم حاجات كويسة جدا طبعا انا ده مش عارف البرفان ده انا مش عارف يبينه قدام الكاميرا لانه مراية يعني فهيجيب كل اللي قدامي وده حاجة مش هتبقى لطيفة جدا لكن هنا بريزنتيشن من علبة زي دي زي ما انتم شايفين وبعدين بتفتح كده العلبة بصراحة فخمة جدا معرفش لو الكاميرا جايبها صح او لا برضو الازازة هنا ازازة فخمة للغاية يعني بص كده انت هنا طبعا من قدام فيه مراية برضو زي ما انتم شايفين كده الكاب هنا كاب معدني واضح انه هو متكلف يعني صرفين عليه كواس جدا بصراحة يعني البرزنتيشن كواس جدا البرفان ده اسمه ايه البرفان ده اسمه كافي اند فانيليا البرفان ده عبارة عن قنبلة قهوة يعني انت لو من النوع اللي بيحب القهوة فالبرفان ده جدا اكيد هيعجبك البرفان ده يعني علشان اكون وانا بتكلم كده يعني مستدعي الحالة يعني برفان بدايته بداية قوية جدا من الفانيليا وفيها لمحة القهوة عارفين يا جماعة القهوة اللي هي حبيبات القهوة الداكنة دي البنية قوي دي اللي هي القهوة البن الغامق دي كوباية قهوة بن غامق بس موجودة بقى مع الفانيليا مع لمحة ورد محمولة بصراحة بحرفانة شديدة جدا شابوي يعني ريحة قهوة يعني برفان هايل هايل أداء بقى أداء حدس ولا حرج سعره أظن حوالي 500 جنيه على زجاجة بصراحة يعني فخمة جدا وأنا شاف إن هي كمان كويسة جدا زازة دي ممكن تجيبها كمان هدايا لحد شكلها كويس قوي دي من البرفانات اللي عجبتني قوي اللي أنا لا اشتريت مجموعة كده هبقى إن شاء الله برضو أتكلم عن حاجات منها لكن دمني الحاجات اللي بصراحة يعني هبقى بعد كده بحافظ إن أنا أستخدمها في المساء ليه؟ أولا هي مش مكلفة يعني هي مش غالية ثانيا القهوة كلنا بنحب القهوة يعني بصراحة برفان فخم 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 للغاية أنصح جدا أنتوا يعني تطلعوا عليها البرفان ده أنا هحط لكم لينك الموقع بتاع برينس وور أو أمير حرب بسمهم www.amirharp.com هحط لك اللينك بتاع الموقع تحت في الديسكريبشن وهحط لك لينك مختصر كده للبرفان ده بحيث لو عايز تخش تقرأ عنه تاتو أو عنه هما كتبين عنه مقدمة كويسة جدا الموقع بتاعهم أصلي موقع سري قوي وفيه تفاصيل كتير يعني هما عاملين حاجة اسمها سبع عائلات للعطور وبعدين عاملين حاجة اسمها عائل عاملين مجلة للعطور فيها مقالات وحاجات زي كده فهما بصراحة مجتهدين جدا ويستحقوا أن الواحد يشير إليهم فيه فيديو من الفيديوهات يعني أنا منبسط قوي لما بلاقي دار مصرية حقيقية يعني نقدر نقول أن دي دار ديزاينر يعني هتقدم فيما بعد الأمصان هما بيقولوا أنه قريب جدا هيقدموا لبس أزياء رجالية تريق مع برفاناتهم ونظارات برضو فهي تعتبر يمكن أول دار ديزاينر بالمعنى المفهوم زي ديور وغيرها بس في مصر فيعني نرجو لهم التوفيق ده برفان هايل جدا اسمه كافي أند فانيليا لو أنت بتحب ريحة الأهوة أنصحك جدا بالبرفان ده في حاجة تانية اللي هي من دار نشاني ودار نشاني هنا مقدمالنا يعني صورة مختلفة أو طريقة جديدة لعطور الفانيليا دار نشاني طبعا هي دار نيش وده البرفان ده من البرفانات الهيلة جدا اللي واخده يمكن من أحسن عطور الفانيليا سنة 2019 ده حسب تصويت كذا موقع يعني منهم موقع فرجرانتك البرفان ده اسمه عيني زي ما أنتوا شايفين كده لو هو واضح في الصورة البرفان ده عبارة عن إيه البرفان ده عبارة عن إنك ابن ناس قوي يعني ابن ناس قوي يعني ريتش كده وفخم جدا برفان ده بيبتدي معاك بالزنجبيل الفانيليا في لمحة كده ليمونية بس مش باينة قوي يعني زي البرجموت كده برفان نهائل الحقيقة أداء حدث ولا حرج يعني ده من البرفورمانس القوي جدا اوه كمان بالمناسبة يعني عطور كفية عند فانيليا اللي هي من برينس ووردي العطر ده قوي جدا في أداءه يعني فالبرفان بتاع آني ده برفان بتاع نيشانيه نهاية للحقيقة بتقدر تشم هنا في ريحة الفانيليا الخضراء أنا يمكن اتكلمت عنه بشكل تفصيلي قبل كده بس طبعا عشان وقت الحلقة فهمش هتكلم بشكل تفصيلي قوي عنه البرفان ده كأنك كده عارف عارفين لحاق الشجر لحاق الشجر لحاق الشجر اللي هو لما تيجي تقشر شجرة كده لما تقشر الشجرة دي بتطلع ريحة خضرة كده تخيل الريحة دي بقى معمول معها الفانيليا مع الزنجبيل حاجة فخامة وشيك جدا جدا وأنصح به في السهرات الليلية من البرفانات اللي جاب لي إطراءات يعني إطراءات شديدة جدا ممكن تدعو إلى التحرش يعني فحلو جدا يعني برفان هاي الحقيقة آخر برفان معنا اللي هو رقم خمسة ده يعني مش عارف اقول ايه بصراحة بس هو أنا بحبه جدا البرفان ده يمكن جربته تلات مرات البرفان ده زي ما انتم شايفين كده ده بتاعه تحس ان الكاب خشى به شوية مش الكاب قصدي سوري البوكسنج بتاعه بيفتح من فوق كده زي عطور توم فورد بصراحة البرزنتشن بتاعه جيد أنا بشوف ان هو جيد جدا البرفان زي ما انتم شايفين كده اهو ده شكل البرفم اهو ده شكل البرفان اهو ده برضو من دار برينس وور البرفان ده انا خليته اخر واحد ليه لاني فيه شوية كلام كتير كده هقوله عنه تمام البرفان دوت برفان اسمه اه 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 اود بيور اولد البرفان اللي انت شايفينه هنا الكاب كاب معدني بصراحة فخم قوي ملكي فعلا كاب معدني ملكي الزجاجة 120 ميلي فهي بالنسبة لي صفقة رابحة جدا البرفان ده عبارة عن معرفش انتو شمته دهن العود قبل كده ولا لأ الناس اللي شمت دهن العود البيور ريحتوا على فكرة مش كل الناس هتستصغها هنا البرفان ده يعني التحفة ورائع من رائع العود يعني لو انت بتحب العود البرفان ده معموليك يعني بصراحة البرفان ده ادهشني شخصيا وحبيته جدا ادهشني في حاجتين اولا انا اول مرة شم ريح الدهن العود تعجبني جدا للدرجة دي كريحة كبرفيوم مش كدهن دهن هنا معمولة دهن العود جميل قوي يشبه شوية او مش يشبه بس نفس جودة برفان عند عبصامد القرش القرش اسمه بلوكينام حاجة كده لونه ازرق وغالي قوي يعني بيوصل سعره حالي 8000 جنيه ده ده تقريبا سعره تحت الالف جنيه يعني وهحط برضو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن عشان لو عايز تخش تتعرف عليه لانهما بيقولوا ان هو محطوط فيه عشر انواع من الاخشاب عشر انواع من الاخشاب طبعا انا انا شامم ايه في البرفان ده البرفان ده هتشمي فيه كلاتي اولا هنا دهن عود وهو يكون اقرب الى دهن العود الماليزي هم مش كذبين انه في دهن عود بس انا شاممه جدا لان انا من الناس اللي اختبرت الادهان كتير قبل كده يمكن اتكلمت في حلقات سابقة عن موضوع ده بنتكلم برضو جنب دهن العود يعني لما رشو كده عشان يعني مع بعضينا كده اه اه لو بتحب العود ده هيبقى عطر محترم قوي بالنسبة لك اه بيقولوا كمان انه اه فيه عشر انواع اخشاب زي ما قلتلكه فهو هتشمي فيه دهن عود هتشمي فيه عود مدخن يعني هتشمي فيه لمحة سموك مدخنة خفيفة كده بس العود هنا مدخن عشان تبقى انت فاهم هتشمي هنا اكتر اكتر يعني هتشمي اكتر عارفين انتو خشب بالسرو الاخشاب بقى ليه الاخشاب العطيقة القديمة ها يعني هنا هنا بقى الاخشاب مجموعة من الاخشاب والعود هتشمها فيه العطر ده العطر ده في الاستخدام كان وحش في الاداء يعني بصراحة ثبات على الهدوم حدس ولا حرك بالأيام ثبات على الجلد ممكن يقعد معاك طول اليوم ثبات على الفواحان بتاعه كويس جدا جدا يمشي معاك لحد 4 ساعات حلو جدا يعني لو انت من محبين العود انا انصحك جدا بالبرفان ده لانك هنا انت هتشم برفان حلو ويسعره مش غالي لحقيقة بالنسبة للجودة او الكواليتي اللي هم بيقدموه يعيب البرفان ده حاجة واحدة ان انا لا انصح بانك ترشه على ملابس البيضاء ولو متطر يعني رشه من بعيد جدا لانه هو الجوز بتاعه قوي يعني الماء العطري يعني متعوب عليه يعني فيعني ايه خلي بالك وانت بترش على الملابس البيضاء انما لو انت لابس ملابس غمئة يعني ده هيبقى معاك اختيار عظيم جدا البرفان ده ممكن تستخدمه انا عن نفسي لما استخدمته كنت لابس معطف يعني وكفية وهيكل كده شيك وكنت سهران في مكان عشاء ليلي فلاقيته قلت اجربه لما جربته معايا بصراحة من العطور الجالبة للاطراءات كمان بالمناسبة لانه معروف ان الخليج العربي كله ومعروف انه اهل مصر واهل العرب من محبين العود اصلا او من الناس اللي بتحب العود لذلك انا شايف ان ده عود سويت اه هنا برضو هنا عود سويت عود حلو عود خشبي سويت مدخن هو ده الوصف لهذا العطر طبعا الاتجاه بتاعه شرقي جدا لكنه معمول بحرفية ونقاء عالي جدا ادعو الناس انه ممكن تطلع عليه انا هحط اللينك بتاعه واللينك طبعا بتاع الموقع برضو بتاعهم تحت بحيس لو عايز تطلع اكتر عليه او عايز تشتريه هو من العطور جدا الجميلة بصراحة الدار دي ملفتة جدا للنظر لاني لقيت فيها اكتر من حاجة يعني بصراحة حبتهم جدا برفان هايل ويستحق الاقتناء الحقيقة دي كانت يعني كلامنا عن خمس عطور يصلحوا للسهارات او يصلحوا للمساء وهم محببين للجنس الاخر بالمناسبة يعني العود تقريبا بيعتبر من العطور او من النوتات الستات بتفضلها على الرجالة اولا هي ستات بتفضل الحاجات اللي ماذاقها حلو اللي هي تبقى حاجات سويت وبتحب الحاجات المسكلة يعني اللي فيها نوتات زكورية فالعود طبعا معروف يعني لو نوتات الزكورية من الحاجات الحلوة جدا جدا هو ويكا في أند فانيليا انصح بيهم جدا لتجربة او الاقتناء دي كانت يعني قصتنا مع الخمس عطور بتوع النهاردة اللي بنتكلم عن عطور المساء مبسطة قوي وبنبسط دايما لدعمكم ولكلامكم الطيب وليهتمامكم ومتابعتكم لي شكرا جدا لو أنت او مرة تسمعني بيشرفني انك بتسمعني ويشرفني انك تعمل سابسكرايب او اشتراك في القناة وتعمل متابعة هبقى مفسود جدا وسعيد اكتب لي كومنت هرد عليه ونتخش في مناقشات لو عايزين يعني تخشوا او تشرفوني على جروب احمد سمير فلسفة عطر على الفيسبوك هسيب لوكو برضو اللينك بتاعه تحت على الديسكريبشن شكرا جدا انه كنتوا سمعتوني واتمنى يا ربي يا جمهور النخبة يا اجمل وارقى جمهور في فئة المجتمعات هو جمهور العطور الذي يتزوق بانفه طيب الله صباحكم ومساءكم دمتم في خير وعلى خير السلام عليكم